في صدارة ثانية لحمد الله اليوم حمد الله يعني لا جديد لما تقول تتكلم عن حمد الله حمد الله الرقامة تتكلم حمد الله هداف حمد الله قضية سواء سجل ما سجل مهاجم كبير مهاجم على مستوى يعني تقدر تقول مهاجم عالمي سجل بكل الطرق رغم الرقامة رغم الضغوط اللي يعانيها لكنه يغضل المهاجم إذا حضر حضر مع فريقه اليوم سجل الهاترك وسجل بكذا طريقة هني حمد الله على المستوى على قدرته على سعادة مستوى على قدرته على تحمل الضغوط كونه لاعب كبير وهداف فماها غرابة واستمرار التنافس الهدافين بين حمد الله وتاليسكا ويقالوا هذا مصلحة الدول السعودي وأتمنى إن شاء الله استمرار برضو لاعبنا فراس لأنه حقيقة لاعب تطور بشكل كبير واليوم أيضا الشوطة اللعبة كانت من ضمن خطة الاعتماد عليه في توزيع اللعب وقياة الهجوم ولكن إن شاء الله في المرات المقبلة نشوف فراس في أفضل حال